شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في الحلقة الماضية بعنوان دعوة المهدوية والسفارة بين الحقيقة والأوهام وقد مضت مقدمة تنبيهية تتعلق بهذه القضية أما في هذه الليلة فنتحدث بإذن الله تعالى حول الظواهر الخارقة للعادة التي تحدث في عالم الطبيعة باعتبار أن كل الدعوة تحتاج إلى إثبات الآن واحد يأتي لكم ويقول أنا طبيب في العيون تريدون أن تقوموا بعملية جراحية في الشبكية مثلا ألا تحتاج هذه الدعوة إلى إثبات يمكن واحد يسلم نفسه لمدعي بدون أن يطالبه بإثبات لدعوة ما هو الأثر الذي يترتب لو كان هذا المدعي كاذبا في دعوة إذا لم يكن هذا طبيبا إذا كان طبيب مزيف النتيجة أن العين والعياذ بالله تصاب بالعمى واحد ذا الأعمى طوال حياته وهذا خطر كبير ولذلك أول تطالبونه بالوثيقة تطالبونه بالشهادة الآن واحد يدعي الارتباط بعالم الغيب هذه القضية قضية خطيرة واحد يأتي ويقول أنا الإمام المهدي أو أنا النائب الخاص للإمام المهدي أنا سفير الإمام المهدي هذه قضية هينة كلا هذه قضية خطيرة هذه قضية عقائدية عقدية القضايا العقائدية قضايا خطيرة القضايا الفرعية مهمة ولكن القضايا العقائدية أهم لأنها هي القاعدة في هذا الطريق يمكن واحد يقتل هؤلاء الذين التفوا حول أتباع المهدوية مدعي المهدوية أو مدعي السفارة أو مدعي البابية يقول أنا باب الإمام المهدي يمكن يقتل في هذا الطريق وأكو احتمال إذا كان هذا المدعي كاذبا أن يخسر هذا الفرد دنياه وآخرته وما أعظمها من خسارة واحد يخسر دنياه وآخرته فهذه القضية قضية خطيرة وتحتاج إلى إثبات ما هو الإثبات الآن إجاكم واحد يقول أنا سفير الإمام المهدي أنا مرتبط بعالم الغيب ما هو الإثبات الإثبات أنتو يجب أن تطالبوه بالدليل الإثبات عادة يكون أمرا خارقا للعادة ولذلك في هذه الليلة ينبغي أن نتحدث بإذن الله تعالى حول خوارق العادات الظواهر التي تحدث وتخرق العادة يقول تريد برهان أنا أجيب لك البرهان هذا تمثال من حديد أنا أوقفه في الهواء هذا برهان يكفي هذا في إثبات الدعوة تريد برهان أنا أخبرك بما تفكر فيه الآن أخبرك بما في قلبك هذا برهان هل يكفي هذا تريد برهان هذا القطار اللي الآن دا يتحرك على سكة الحديد أنا الآن أوقفه في مكانه هذا برهان هل يكفي هذا هذا الخشب اللي موجود الآن هنا أنا أجعله يتحرك هذا برهان هل يكفي هذا الآمر الخارق للعادة في إثبات هذه الدعوة لتوضيح الإجابة ينبغي أن نتحدث حول مباحث ثلاثة المبحث الأول كيف تنشأ الأمور الخارقة للعادة الأمر الثاني المبحث الثاني كيف تدل المعجزة الخارقة للعادة على ارتباط المدعي بالله تعالى وعلى صدق الدعوة المبحث الثالث كيف نميز بين الأمر الخارق للعادة الذي يدل على صدق الدعوة والذي لا يدل على صدق الدعوة هذه مباحث ثلاثة وهي مباحث مهمة لأنه كل واحد منا قد يبتلى بها المبحث الأول كيف تنشأ الأمور الخارقة للعادة جواب على ذلك الأمور الخارقة للعادة لها مناشئ المنشأ الأول أن تستند هذه الأمور الخارقة للعادة إلى خفة اليد وسرعة الحركة هناك رواية في بحار الأنوار هناك رجل جاء إلى الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه وهذا الرجل كان زنديقا يعني كافر وله حوار دقيق وأسئلة دقيقة من الإمام الصادق صلوات الله عليه هذا الحوار مذكور في المجلد العاشر من بحار الأنوار ابتداء من صفحة 164 إلى صفحة 108 أسئلة دقيقة ومحرجة طبعا محرجة لأمثالنا من جملة هذه الأسئلة التي سألها سأل حول السحر أن هؤلاء السحر كيف يفعلون هذه الأشياء العجيب فأجاب الإمام صلوات الله عليه كما في هذه الرواية صفحة 169 ونوع منه يعني من السحر ونوع منه آخر خطفة وسرعة ومخاريق وخفة العين العين تلاحظ الظاهرة الطبيعية التي لها التي لها وتيرة معينة وتجري على نسق معين وبفواصل معينة ولكن إذا الحركة كانت حركة سريعة تخفى على العين وتخفى على الإحساس كما أتذكر في شرح التجريد يمثل بالشعلة الجوالة ما أعلم شايفين لا لا الشعلة الجوالة هؤلاء الذين يأخذون الفحم ويريدون إيقاده لأجل إيقاده هذا الفحم يخلوه في شعلة جوالة ثم يجيلون بها أنتو ترون نارا دائرية متصلة هل هذه واقعية لا ليست واقعية لأنه هذه الشعلة الجوالة في كل اللحظة تكون في مكان معين وليست متصلة ولكن لأن هذه الحركة حركة سريعة يخيل إلى نظركم أنها نار متصل هناك بعض الأفراد لهم قدرة على التخييل وعلى الإيهام لسرعة الحركة وربما يشغلك بأمر آخر يشغل مشاعرك تشوف هذا الشيء في هذا المكان وإذا به فجأة تجده في مكان آخر ليش لأنه هذا قام بحركة سريعة خطفة كما في تعبير الرواية خطفة مد يده إلى ذلك المنديل ونقله من مكان إلى مكان آخر ولكن لأن هذه الحركة حركة سريعة ولأنه يشغلك يعني يشتت انتباهك وإذا بك تجد المنديل قد نقل من مكان إلى مكان آخر هذا هو النوع الأول وهذا النوع هو الذي يعبر عنه في الإصطلاح الفقهي بالشعب ذه في كلماتنا نقول فلان مشعوذ مشعوذ يعني شنو يعني يقوم بحركات سريعة لسرعتها وخفتها ودقتها تخفى على الحس الناظر هذا هو النوع الأول مما تنشأ منه خوارق العادات النوع الثاني ما يستند إلى الخواص الفيزيوية والكيميائية للأجسام الطبيعية أو يستند إلى معادلات علمية غير معروفة معادلة معادلة طبيعية معادلة علمية ولكن هذه المعادلة غير مألوفة حدوفة نحن عدنا في هذا الكون أجسام لها خواص فيزيوية فيزيوية وكيميائية الكثير من الأفراد لا يعرفون هذه الخواص هذا الرجل المدعي يأتي ويعتمد على هذه الخواص ويريكم ما ليس بواقع في الخارج أوضح مثال لذلك هو المثال الذي ذكره القرآن الكريم القرآن الكريم عندما يتحدث عن السحرة السحرة ماذا فعلوا القرآن الكريم يقول فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ماذا فعلوا اعتمد على قاعدة علمية قاعدة علمية خفية طبيعية وهذه القاعدة أنه هناك مادة يقال لها الزئبق هذه الزئبق عندما تسلط عليها حرارة معينة تبدأ بالتحرك أخذوا هذه المادة لعلهم كانوا بالألوف أو عشرات الألوف كان عندهم حبال وعصي عبأوا هذه الحبال والعصي بمادة الزئبق وضعوها في داخلها عندما الشمس أشرقت أشرقت واشتدت الحرارة هذه الحرارة أثرت في هذه الحبال والعصي وإذا بهذه الحبال تتحرك أو يخيل إليه من سحرهم أنها تتحرك يعني إما تحركت حقيقة وإما كان يبدو في النظر أنها تتحرك هذا الرجل الذي جاء بأمر خارق للعادة لم يعتمد على معادلة غيبية وإنما اعتمد على معادلة طبيعية في هذه الرواية أيضا المروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه لعله يشير الإمام إلى جانب من ذلك يقول وجه منها بمنزلة الطب شلون الطب يعتمد على معادلات أنتو عندما ترحون للطبيب الطبيب ماذا يفعل الطبيب يعرف خواص الأدوية يعطيكم دواء وإذا بهذا الدواء يؤثر في البداء ويؤثر في إزالة المرأة هذا الرجل الذي يأتي بآمر خارق للعادة يعرف بعض هذه الخواص أكو قضية تاريخية منقول مجمل هذه القضية أنه كان في معبد من معابد عباد الأوثان صنم في الهواء صنم في الهواء وكان عباد الأوثان يعتبرون أن وجود هذا الصنم في الهواء دليل على حقانية مذهبه الناس كانوا يجون ويتعجبون هذا أمر خارق للعادة إلى أن جاء أحد العلماء المحيطين فرأى جدران المعباد ودقق ثم ذهب وهدم جانب من الجدار وإذا بهذا الصنم يسقط معادلة علمية هذا الصنم مصنوع من حديد وهذه الجدران كلها أدوات مغناطيسية المغناطيس إلى خواص معينة هذا وضعت هذه الآلات المغناطيسية بطريقة معينة بحيث أن جذبها لهذه المادة الحديدية يكون متعادل وإذا بالصنم يثبت في الهواء عندما هدمت جانب من الجدار اختلت المعادلة وإذا بالصنم يهوي وإذا بالدعوة تبطل أو ذلك الرجل السامري لذلك قولوا هذا الصنم خلوه في غرفة ثانية يقول لا إلا في هذه الغرفة ليش هذه الغرفة ليش هذا التحديد وليش هذا التقييد يقولون يقولون كان واحد مدعي للنبوة كان يقول دليل نبوتي أنه ألقي هذه الحصات في الماء فتذوب تقولوا للجيد أنا الآن أجيب لك حصات من الصحراء ألقي هذه الحصات يقول لا هذه الحصات اللي في جيبي ألقيها في هذا الماء ليش لأن هذه الحصات فيها معادلة علمية يعتمد على هذه المعادلة معادلة علمية ضمن شرائط معينة تنطلي على السذة الإمام صلوات الله عليه كما في هذه الرواية يقول وجه منها بمنزلة الطب الطبيب شلون يعرف خواص الأجسام الساحر أو المشعود أو من أشبه ذلك أيضا يعرف بعض هذه الخواص كما أن الأطباء وضعوا لكل دائن دواء فكذلك علم السحر احتالوا لكل صحة آفة ولكل عافية عاهة ولكل معنى حيلة بعدين كما في هذه الرواية يقول الإمام صلوات الله عليه في مقطع آخر فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب أن الساحر عالج الرجل فامتنع من كذا فجاء الطبيب فعالجه بغير ذلك العلاج فأبر هذا هذا هو النوع الثاني إذن النوع الأول ما يعتمد على سرعة الحركة وخفة اليد النوع الثاني ما يعتمد على معادلات علمية غير متعارفة أو يعتمد على الاستفادة من خواص الأجسام النوع الثالث ما يستند إلى الارتباط بالقوى الخفية وهل في هذا الكون قوى خفية الجواب نعم القرآن الكريم هناك سورة فيه سورة الجن يوجد في هذا الكون الجن ويوجد في هذا الكون شياطين إذا واحد ارتبط بهذه القوى الخفية هل لهذه القوى الخفية قدرات معينة نعم القرآن الكريم يثبت لهذه القوى الخفية قدرات معينة في قضية سليمان الله سبحانه وتعالى يقول قال عفريت من الجن عفريت يعني مارد قوي من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك المسافة 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 هي المسافة بين الشام واليمان مسافة هائلة سليمان كان في أرض الشامات وعرش بالقيس كان في أرض اليمن هذا العفريت من الجن هذا المارد القوي قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك المفسرون يقولون تقوم من مقامك يعني قريب الظهر لأن عادة العلماء الملوك عندما يأتون يقعدون إلى قريب الظهر قال أنا أطير أي قدرة خارقة أنا أطير من أرض الشامات إلى أرض اليمن وأحمل هذا العرش الضخم وآتي به في كم مدة أفرض في ظرف ثلاث ساعات فإذا واحد ارتبط بهذه القوى الخفية بالأجن بالشياطين بطرق معينة كثير من هذه الطرق طرق شيطانية لا طرق رحمانية يمكن أن يأتي ببعض الأمور الخارقة للعادة يعني ماذا يعني يقول أنا آتي بكتابك من غرفتك أنت في قون بيتك في طهران جئت عند هذا المدعي يقول الدليل على صدق دعواي أنا أجيب كتابك من غرفتك الآن في هذه الغرفة وإذا بكم تجدون بعد دقائق كتابكم من طهران جاي إلى قوم من قوم رايح إلى طهران عجيب إذن هذا المدعي صادق لا هذا معتمد على قدرة خفية هذا الشيطان الذي يرتبط به هذا المدعي طار إلى هناك وأخذ كتابك من غرفتك وجاء به إلى هذا المكان يخبرك إخبارات غيبية عجيب إذن هذا مرتبط بعالم الغيب لا مو مرتبط بعالم الغيب لأنه الشياطين يدخلون كل غرفة لما يدخلون الشياطين يدخلون كل غرفة ويعرفون كل شيء أو كثير من الأشياء فيخبرك بأمر خفي يقول في قاصتك أكهو كذا مقدار من المال هذا الإخبار الخفي لا يدل على ارتباطه بالله سبحانه وتعالى الشيطان راح ودخل في قاصتك وعرف ما في القاصة في هذا الحديث الإمام صلوات الله عليه يقول لأن ما يحدث في الأرض يتحدث حول الكحان لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرح فذلك يعلم الشيطان الشيطان يعرف ماذا فعلت في سفرك لأنه كان وياك الشياطين معنا يقول أنت في الطريق إلى وطنك حدث الأمر الفلاني هذا دليل هذا مو دليل لأن الشيطان كان وياك في سفر الشيطان مع كل واحد منه فرأى ماذا صنعت هذا مو دليل لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرح فذلك يعلم الشيطان الشيطان يعلم بذلك ويؤديه إلى الكاهن الكهنة هم الذين كانوا يخبرون عن المغيبات ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف الشيء اللي مضيع وينه يقول في المكان الكذائي مدفون تحت الشجرة الكذائية هذا الدليل هذا مو دليل في مقطع آخر الإمام طبق هذه الرواية صلوات الله عليه يقول وليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس مما يتحدثون به وما يحدثونه والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث من سارق سرق وقاتل قتل وغائب غاب شيطان يخبر شيطان الشياطين كما يبدو من هذه الرواية عدهم شبكة مترابطة واحد يخبره الثاني فهذا هو النوع الثالث النوع الرابع ما يستند إلى الرياضة الروحية الرياضة الرياضة الروحية الرياضة النفسية الإنسان عندما يركز على أي جانب من جوانب الحياة تكون له قدرة في ذلك الجانب هذه طبيعة النفس البشري الرياضة ماذا يفعل الرياضة الذي يمارس الرياضة يركز على عضلاته وإذا بعضلاته تقوى الطبيب ماذا يفعل يركز على جانب معين من جوانب المعرفة فيصبح عملاقا في ذلك الجانب إحنا البشر عادة مجهولين بأبداننا وبقوانا الغضبية والشهوية واحد يشوف من الصباح إلى الليل عبد لقوته الشهوية وعبد لقوته الغضبية التوجه يكون إلى البدن إلى متطلبات البدن في هذه الحالة النفس تضعف الروح تضعف ولكن هناك بعض الأفراد يهملون البدن ما يعتنون بهذا البدن يتوجهون إلى نفسهم هذه النفس مكمن لقدرات خارقة للعادة مثل النفط النفط اللي كان تحت هذه الأراضي ما كانوا يعرفون عندما اكتشفت الطاقة النفطية حدث هناك انقلاب عندما اكتشفت الطاقة الذرية الذرخ كانت في الكون من ألوف الأعوام ولكن كانت مجهولة عندما توجهت إلى هذه الطاقة وإذا بوجه الكون يتغير إذا واحد توجه إلى نفسه طبعا كيف ذلك بحث آخر هذه النفس تقوى وإذا النفس قويت هذه المعادلة الموجودة بين النفس والبدن تتحول إلى معادلة بين النفس والحقائق الكونية في إطار معين يعني كيف نحن نتمكن نحرك إيدنا هذه بأي قدرة هذه اليد تتحرك هذه قدرة النفس النفس في وحدتها كل القوى وفعلها في فعلها قد انطوى شلون تتحركوا توقفون إيدكم تتمكنون تحركوا تلك السيارة الواقفة سيارة واقفة بقوة هذه الروح تحركونها اشلون الرياضة 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 النفسية والذين ذهبوا إلى بلاد الهند كثير من الأفراد ذهبوا شاهدوا الأعاجيب من المرتاضين مرتاض ما الذي يفعل يحمل هذا البدن ويحمل متطلبات هذا البدن يمكن في اليوم والليلة يأكل لوزة واحدة فقط إحمال لهذا البدن طبعا أحيانا الرياضة الروحية تكون رحمانية وأحيانا تكون شيطانية كثير منها رياضات شيطانية فتوجد له قدرة عجيبة بعض هؤلاء المرتاضين كما ذكروا يدفنونه وهو حي بلثيان في قبر محكم الإغلاق بعد ثلاث ايام تفتحون القبر يخرج حيا من قبره هذه قدرة النفس القوية طبعا هؤلاء بالألوف موجود أو شيء ثقيل يحتاج إلى رافعات كبيرة حتى ترفعه يرفعه بأصبع واحد أو أنه صخور كبيرة يخلوها على صدر ثم هذه الصخور يأتي فرد أو أفراد ويحطمونها يكسرونها بالفؤوس تتكسر ثم يقوم من مكانه ولم يحصل في بدنه ولا خدش واحد هذه هي الرياضة الروحية هذا هو النوع الرابع هذه أنواع أربعة النوع الأول ما يعتمد على خفة اليد وسرعة الحركة النوع الثاني ما يعتمد على معادلات علمية غير معروفة يدخل في النار يدخل في النار ليش لأن أكو هناك مادة عازلة إذا خلتوها على بدنكم النار لا تؤثر في بدنكم هذه معادلة علمية لكن هذه معادلة علمية خفية يقول أنا أدخل في النار هذا دليلي هذا برهاني النوع الثالث ما يستند إلى الارتباط بالقوى الخفية كالأجنة والشياطي النوع الرابع ما يستند إلى الرياضات الروحية والنفسية النوع الخامس ما يستند إلى الارتباط بالقدرة المطلقة وهي قدرة الله سبحانه وتعالى معاجز الأنبياء وكرامات الأولياء من هذا النوع الخامس إن شاء الله في المبحث القادم نتحدث أولا كيف يدل الأمر الخارق للعادة المعجزة الخارقة للعادة على ارتباط المدعي بالله سبحانه وتعالى والشيء الثاني كيف نميز بين الأنواع الأربعة والنوع الخامس يعني هذا الأمر الخارق للعادة جاء به مدعي ما هو المائز وما هو الفاصل بين تلك الأنواع وهذا النوع وكيف يدل الأمر الخارق للعادة على صدق دعوة المدعي وكيف لا يدل هذا إن شاء الله نعجله لبحث قادم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر